ايه السيارات الكهربية اللي معظم الناس بتركبها كسيارة كهربية ونبدأ ندخل في مواصفة السيارة يعني انا مش ببص على ان اعرف داتا خارجية عن السيارة وخلاص يعني فيه ناس يعرفك ان السيارات الكهربية عبارة عن بطارية وتحكم في البطارية وموتور وتحكم في الموتور وبعد كده نفس المكونات البودي والعجلات والمشعارة مين لا انا عايزين ندخل بقى في الديتيلز اكتر اللي هنعرفه من واحدة هيمشي تقريبا على الكل يعني هتبقى بنفس السيكونس بنفس الاسلوب بس هيفرق مثلا معدل الموتور معدل التسارع مش عارف التكنولوجيا بتاعت التحكم في الموتور اختلفت لا الليسيوم آيون باتر يدخل ومش عارف التكنولوجيا بتقلل درجة الحرارة بتبرد باسلوب معين بتختبر مش عارف نقاط اكتر في البطاريات فبتحمي حماية اكتر فاللي احنا هنقوله النهاردة هيتقى هم التسعة اللي انا مجهز لك بالفعل الداتا شيت بتاعت كل التسعة سيارات دول وحطهم على الجروب هنبدأ نشتغل عليهم واحدة واحدة اول سيارة واكتر سيارة تمكن انتشرت في اكثر مبيعا في العالم تمام كانت السيارة النسان ليف هي سيارة كهربية بالكامل هنشوف دلوقتي مواصفاتها بالتفصيل النسان ليف من اكتر العربيات اللي اتباعت تمكن في السيارات الكهربية اول الناس بدأت تمكن في 2014 تقريبا اللي اول اصدار ليها وبدأ وطبعا كل شوية بيشوف يعني التكنولوجيا بتاعت السيارات او فكرة السيارات الكهربية هو بنزل برودر زي تسلا مسلا نزل تسلا موديل اس والله عمل شوية تحسينات وتعديلات وزود اوبشن روح عاملك موديل تاني وخليك غير نسان ليف في نسان كذا اصدار منها كهربية تمام هتبقى نفس الفكرة واحنا هنشوف الكلام ده دلوقتي فانا عايز الناس تحفظ يعني عايزة تحفظ اسم نسان ليف نسان ليف لان احنا نشتغل عليها كذا وبعدين هتلاقي تسلا تسلا موديل اس في كزا موديل طبعا في تسلا احنا نشتغل على تسلا موديل اس ده اكتر واحد منتشر وكيا سول معروفة جدا كيا سول دي في السيارات الكهربية والبي ام دابليو اي سري بي ام دابليو اي سري ده الموديل بتاعها نجيب الداتاشريت جايبين وبالفعل تمام والمهندرا اي عشرين بلاس والفورد فوكس اعتقد الفورد دي اتنتشر يعني انتشار رهيب هنا في السعودية معظم الناس بيحبوا الفورد اصلا فهتلاقي الفورد الكهربية منتشرة والشفروا ليه فولت فولت دي برضو من السيارات اللي بتحقق مبيعات كبيرة في العالم متسوبيشي اي ام اي 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 في المصانع في العالم مصنع بي واي دي للبطاريات واحتمال كبير تمام ان تيسلا بتاخد بطارياتها من مصنع بي واي دي بطاريات الليسيوم ايون لان هما عندهم انا ابعت لكم السايت بتاع البي واي دي هتلاقي عندهم اكثر يعني تكنولوجيا في الليسيوم ايون بتل اعلى تكنولوجيا تمكن في العالم يعني تمام فبي واي دي اي سيكس دائما السيارات برضو هو سيارة صينية طبعا بي واي دي تمام وسيارة منتشرة جدا وبي واي دي بتصنع بطاريات الليسيوم ايون باتاري وهي متميزة فيها